الخبر أولي عد عن يا رمار ورده على الشخص اللي هكر قناتها وما قناتها جيدة باليوتيوب في رمار نزلت على سبب الانستجرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات فنحط بها نقناتها محذفة وكاتبع لها ما بعرف ليش هيك صار ومين أعمل هيك بس أنجد الله لا يسامح عمل لها الحركة حسبي الله ونعم الوكيل بعد نزلت شوية ستوريات وبهذه الستوريات صارت تقول بها من قناتها تهكرت من الساعة ثلاثة بالليل وهي حتى تحاول ترجعها ولكن للأسف نقدر ترجعها ونشرح تفهم القناة مجرد أن نتواصلوا يوم متابعيها ونتنزلوا بشوية مقاطع يستمتعون بها شوفوا الستوريات مرحبا يا جماعة كيفكم؟ إن شاء الله بخير مبارح الساعة ثلاثة بالليل القناة تهكرت وأنا طرو الليل ماني نايمي كنت عم حاول رجع القناة كان اللي بدي يا من هاي القناة بس أني كمل فيديوهات معكم للأخير ودني اتواصل معكم بس لا أكثر ولا أقل والله لا يسامح اللي أخذ القناة واللي هكره بس واخر شي ختمة بادي الستوري اللي تقول به أن أنا أطلعت ولا حكيت على حدا ولا أذيت حدا ولا فتحت تمي بكلمة فليش يتعاملوني بهذه الطريقة على كل حال شكراً لكم ومن وضحنا يا حباب إن تخصص فريق نورمار أنه هي من طلعة الفريق هي سكتت وما حجت أي شيء عليهم فليش ما قاعد يتعاملونيها بهذه الطرق ونوضح أنه يكون قلبها محروق ومتضايقة فلت تغني حباب إن نورمار هو وراء موضوع خاصة من كلاما بهذه الطريقة توضح أن فريق نورمار هو وراء موضوع أنه هي ما حجت عليهم منطرات من الفريق وبسبب الثاني شيء يا حباب هو عن قمر مار أو كشف حق غمالتهم أو ندرقوا شي الغريب اللي صار بينه وبين إيمو مار هل هما قاعدين يلتقونه بعض أو لا فإيمو مار نزعل حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات ركزوا به هذين هو نفس المكان اللي قاعد يصور به حاليا ونفس هذه الإشارة اللي من المسلسل الحفرة نفس المكان بظلوب وكان ببارحة قمر مار وكان يصور بهذا المكان ونواضح أن الموضوع مستقصد ويحسوي بسبب شوية تساؤلات هل هم هم يقطقونه بعض يعني هل هم أكو بيناتهم علاقة أو من جرد إيمو مار هو يحب قمر مار وقاعد يسوي إلحقها وين متروح ما هذا الصراحة كتمنه يا حباب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الموضوع شو نستر الغريب بين إيمو مار وقبر مار طبعا لا تنسوا يا حباب بالتشاركون بالقناة ونوصل إلى 500 المتابع عام ونقول لكم الأخبار الجاية أكيد نورمار راح يطيرد على اليارة وكيد يارا راح تطلع وتفضح الموضوع بشكل أكبر فالكل يشترك بالقناة عام ونقول لكم هذه الأخبار يا حباب وبس جانا يكون فيزة ما قد منك القصص لتسحطون لك ترككم بالقناة ومع السلامة